موسيقى 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 مرحبا حضراتكم من جديد في رأي عام يمكن خلال الأسابيع القليلة الماضية بدأنا نسمع عن كلمة أو مصطلح الفاتورة الإلكترونية. الحقيقة أنه البعض سمع الكلمة أو المصطلح ما فهمش معناه أو معناها البعض الآخر رحب بهذه الفكرة وكان فيه اللي شايف أنها الفاتورة الإلكترونية يعني ضرورة لتحقيق العدالة. العدالة في التجارة في المنافسة اللي بتضمن حماية حقوق المستهلكة. عموما وعلى كل حال في هذه الفقرة نحاول نعرف أكتر عن موضوع الفاتورة الإلكترونية من الدكتور أبو زيد عبد الرحمن مدير مركز الاتصالات المتكامل بمصلحة الضرائب. أهلا مع حضركة دكتور أبو زيد. أهلا السؤال المبدأي الأول إيه هي منظومة الفاتورة الإلكترونية؟ منظومة الفاتورة الإلكترونية هو نظام مركزي المصلحة بتعمله عشان تقدر تتتبع التعاملات التجارية بين الممولين. وهو ببساطة عشان مشاهد يعني يبقى معنا في الكلام يعني أنت دلوقتي لو فيه شركة بتبيع لشركة تانية بضاعة معينة أو بتقدلها خدمة معينة. الشركة اللي بتبيع السلع أو الخدمة دي بتصدر فاتورة كانت بتصدر فاتورة ورقية للشركة اللي بتشتري. الفاتورة دي بدلما هي تبقى ورقية خلاصها تبقى إلكترونية. يعني. اللي هو مسجل في مصلحة للضربة المصرية. هو بيشوف إن ده عبق جديد عليه ولكن نحن بنقول له لا أخذ بالك أنت كده كده بتطبع فاتورة ورقية وبتتكلف فيها تكاليف. أنت لما تنضم المنظومة الفاتورة الإلكترونية مش هتحتاج تعمل التكاليف دي. يعني أنت توفر عليه الورق. هنوفر عليك الورق اللي أنت بتطبعه ده رقم واحد. رقم اثنين. أن أنت عبقى عندك أرشيف إلكتروني للمستنب بتاعتك. مش محتاج تبقى عامل أرشيف ورقي. ثالث حاجة إن أنت النهاردة ملفك الضريبي بيتصنف إنه ملف اللي مخاطر ممخافضة. إيه الفرق بين الملف اللي مخاطر ممخافضة والأوزومة خاطر العالية؟ إحنا كمصلحة الضرائب بيهمنا نفحص وبشكل سريع وبشكل دوري الملفات اللي مخاطرها عالية. لأن الفاقد الضريبي من الملفات اللي مخاطرها عالية أعلى بكتير جدا من الفاقد الضريبي من ملفات اللي مخاطرها قليلة. وبالتالي لو حركت سجلت في منظومة الفاتورة كممول وبقت مخاطر ملفك الضريبي عندنا قليلة زيارات الفحص هتبقى متبعدة بالنسبة لحضرتك. بدلاًا نتفحص كل سنتين ثلاثة هتفحص كل خمس سنين. ممكن كمان تتفحص مكتبي محدش يحتاج ينزلك لأن حركة النهاردة مبيعاتك ومشارتك هتبقى ظهر عندنا على منظومة الفواتير الإلكترونية. وبالتالي أعباء الفحص اللي أنت كنت بتعاني منها كممول لأن حد بيتوجيه لك لغاية شركتك وبتبتدي تفرغ محاسب يبقى قاعد معاه أو مكتب محاسب يبقى موجود أثناء الفحص والأعباء دي كلها مش تبقى موجود هيبقى فيه نسبة فحص كبيرة جداً بشكل مكتبي داخل المأمورية المأمور الفحص مش يحتاجي ينزل لحضرتك. طالما البيانات التعاملات بتاعت حضرتك ظهر عندنا على المنظومة طبعاً في ضريبة القيمة المضافة فيه عندنا حاجة اسمها خاص من ضريبة القيمة المضافة أو رد ضريبة القيمة المضافة كان الإجراءين دول اللي بيحب يستفيد بيهم كان لازم يتعامل حاجة اسمها استيفة على فواتير مشرب بتاعته. الاستيفة دي كنا بنحتاج نرجع لكل فاتورة هو اشترى بيها نرجع للبايع نتحقق أن الضريبة اللي البايع خدها منه اتوردت للمصلحة. الكلام ده كان بيتعامل بشكل مني ولا الاول. بياخد وقت كبير وجهد كبير. ولو البايع ساب مكانه ومشي كان بيبقى فيه مشكلة للمشتري كلام ده مش هيبقى موجود. هيبقى بشكل مميكن. لأن الفاتورة بمجرد تسجيلها على المنظومة بتبقى باينة للبايع والمشتري والمصلحة. وهي متوقع الكتروني وبالتالي بقت سند كبير وقانوني لكل الأطراف المعنية بالمستند. بس من الأهداف المهمة التانية التهرب الضريبي. مش كده. مكافحة التهرب الضريبي. تحقيق العدالة اللي حالك قلت عليها ديت هو الهدف الأساسي لمكافحة التهرب الضريبي. يعني ايه الكلام ده وت. النهاردة لما يكون فيه حد ملتزم ممول ملتزم. بيقر عن مبيعاته ومشترياته وبيورد ضريطه بشكل صحيح وحد تاني بيمارس نفس نشاط الممول ده. ولكن التاني ده غير ملتزم. هل من العدالة ان الطرف الأول الملتزم ده هيتحمل أعباء كجزء من أرباحه بيساهم بيها لتمويل خزينة عاما للدولة أو بيبقى مكلف بتحصيل ضريبة قيمة مضافة على مبيعاته وتوردها للمصلحة هل من عدالة ان ده يتحمل الأعباء ديت كمواطن مصري ويبقى فيه حد معاه بيمارس نفس المشاط ما بيتحملش نفس الأعباء ديت؟ لا طبعا. هو اللي مش ملتزم ممكن يحقق صراء على حساب الدولة وعلى حساب الدريبة اللي بيحصلها كده كده من المشتري ولكن ما بيقومش بتوردها فنهارده مكافحة التهرب أو الإلزام بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية عشان يحصل ضم الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي ده يحقق العدالة الضربية المستهدف من هذه المنظومة كل من يمارس نشاطا تجاريا؟ أي حد بيمارس نشاط تجاري. نشاط تجاري مقصود به هنا أو التعاملات تجارية مقصود بها هنا لو مستورد استورد وبيبيع. تمام. أو لو منتج صناعي أنتك سلعة وبيبيع. تمام. أو لو تجر جملة أو تجر تجزئة اشترى سلعة وبيبيعها ده مقصود به التعاملات التجارية سواء كان لمنتج أو مستورد أو تجر جملة أو تجر تجزئة أو مؤدي خدمه. الفئات الأخرى إيه بقى؟ نتكلم عن المهنيين مثلا؟ خلينا خلينا الأول طب ماشي ناخدها واحدة واحدة يعني التجار اللي حضرتك يعني أشرت إليهم إزاي يسجلوا في المنظومة؟ طيب هو إجراءات التسجيل في المنظومة احنا عندنا طبعا قرارات إلزام بتصدر من رئيس مصلحة الدرابة المصرية يمكن احنا عندنا 8 مراحل إلزام احنا دلوقتي بنطبق المرحلة التامنة والأخيرة في الفاتورة واللي آخر ما عاد فيها 15-12 مفترض يبقى كل الممولين المسجلين في مصلحة الدرابة المصرية مسجلين على منظومة الفاتورة لأنهم ملزمين من 15-12 إنهم يكونوا مسجلين عشان يتسجل يعمل إيه؟ رقم واحد بيجيب ختم إلكتروني من الشركات المنحة للتوقيع الإلكتروني الختم الإلكتروني ده هو توقيع إلكتروني مرتبط برقم التسجيل الضريبي للمنشاعة بتاعة حضرتك أو للشركة وبعدين بتدخل على موقع المصلحة حديثه للحضرتك اسمه أو العنوان بتاعه profile.ita .gov.eg ده موقع للتسجيل الذاتي بتبتدي تمشي مع الموقع ده في الشاشات اللي بتظهر لك بيطلب منك بعض البيانات عن حضرتك كممول وعن الشخص اللي انت بتفوضه ان هو يشتغل على المنظومة كأدمن بالنسبة للأكاونت بتاع حضرتك سجلت كده انت ذاتي يبتدي المفوض ده بقى يبتدي يشتغل على المنظومة محتاج كمان تعمل حاجة اسمها تكويد للسلع والخدمات اللي حضرتك بتشتغل فيها كل سلع لها كود معين كل سلع لها كود معين فبتعمل تكويد للسلع والخدمات دي لان من خلال هزا الكود بيتم تتبع تداول هزي السلع على المنظومة من ساعة ما دخلت من ساعة ما ابتدت سواء من المنتج الصناعي او من المستورد لغاية الاند يوزر او المسالك النهائي اللي هو ممكن تروح له السلع في الاخر فلازم تعمل تكويد طب لو عندك نظام حسابات مميكن اللي هو ما بنسميه ERP System ده بتعمل تكامل بينه وبين منظومة الفواتير الالكترونية ليه بتعمل تكامل عشان انت هتبقى شغل على السيستم عندك بشكل طبيعي جدا مجرد تسجيلك للفاتورة على السيستم لو عملت التكامل الفاتورة دي بتسمع بشكل تلقائي على منظومة الفاتورة الالكترونية بدون اي مجهود اضافي طب لو ما فيش عندك نظام حسابات مميكن او ما عندكش نظام ERP System بتقدر تتوجه المأمورية اللي انت تابع ليها ان انت تطلب تقدم طلب استخدام Portal المصلحة اوفرت لك بديل لو ما عندكش ERP System انك تستخدم حاجة اسمها Portal منصة موجودة الكترونية بتسجل عليها التعاملات بتاعتك وبتبعت فواتيرك من عليها وطبعا استخدام ال Portal ده بدوابط معينة بتتوضح طبعا للممول وهو بيقدم طلب استخدام ال Portal الشركات احنا لسه بتكلم في الشركات ما رحناش للمهنيين تمام الشركات لغاية امتى يعني فترة السماح ليها بالتسجيل في هذه المنظومة لحد الاقصى او الموعد الاقصى بص حدك احنا في المرحلة التامنة والاخيرة احنا بدقين تطبيق منظومة الفاتورة الالكترونية كتشغيل تجريبي في 30-26-20 تمام واول مرحلة الزامية كانت في 15 نوفمبر 2020 تمام فاحنا بقالنا تقريبا تخطينا السنتين دلوقتي في تطبيق المنظومة على مراحل فاحنا النهاردة في المرحلة اللي هتنتهي امتى 15-12-20-22 ده خلاص يعني يعني اقل من شهر اقل من شهر اقل من شهر الشركة التي لن تسجل في هذه المنظومة الشركة اللي لن تسجل في هذه المنظومة احنا بنقول ان النهاردة الالزام بالتسجيل الزام قانوني نص عليه قانون 206 لسنة 2020 اللي هو قانون الاجراءاتي الضربية الموحد في المواد 35 و 37 منه بالزام المجتمع الضريبي يعني اصدار فواتير الالكترونية او اصدارات الالكترونية المادة 91 من نفس القانون حددت عقوبات في حالة عدم الالتزام بتوقيع غرامة تتراوح من 20 ألف جنيه لم 100 ألف جنيه وبعض الملفات للأسف ممكن يتم تحولها نيابة عامة كواقع التهرب ضريبي نسي ايه الملفات يعني؟ يعني مثلا شركة عندها تعاملات وما بتصدرش عنها فواتير الالكترونية بالرغم ان عندها تعاملات فده بتعتبر وقع من وقاع التهرب طبعا بيتم التواصل مع الشركات وتنبيهها اكتر من مرة يعني قبل ما يتم اتخاذ اجراء ضدها ولكن في الاخر في بعض الشركات فعلا تحولت لنيابة عامة كواقع التهرب ضريبي هل عندكم انتم في مصلحة الضرائب يعني ثقة انه هذه المنظومة ستقضي على التهرب الضريبي؟ بصحرك بالنسبة كبيرة جدا احنا عندنا ثقة كاملة في المسألة دي ليه؟ لان هو احنا شغالين كمصلحة الضرائب او كوزارة مالية تطبيقا لرؤية مصر 2030 ورؤية مصر 2030 مش على مصلحة الضرائب بس ولا على وزارة المالية بس مسألة الميكانة بتتم على مستوى كافة الجهات والقطعات في الدولة وبالتالي بيحصل التكامل بين المنظومات الميكانة ديت على مستوى الدولة وبالتالي انه النهاردة في الضرائب هبقى شايف التأمينات بتاع الممول هبقى شايف لو عنده حاجة من خلال مرور قدر اشوفها لو في الاجهزة بتاعة المدن الجديدة قدر اشوفها لو في الاحياء قدر اشوفها وعندنا ربط تقريبا مع حاجة و70 جهة تقدر توفر لنا بيانات ومعلومات عن الممولين الموجودين في المصلحة فالمسألة طبعا ده شقة اولاني ان انا عندي ديتة كاملة عن الممول شقة تاني ان احنا من خلال منظومة الفواتير الالكترونية ومنظومة الاصال الالكتروني وفي منظومة تالتة يمكن هيحصل تشغيل تجريبي لها ممكن على اخر 11 يعني يمكن خلال 10 تيام او حاجة يعني اسمها منظومة تحفيز المواطنين التسلسل بتاعة 3 منظومات دول هيقضي بشكل كبير جدا اعترد ازاي منظومة الفاتورة هي بداية تسجيلنا سجلنا اكبر ناس موجودة بتمارس مثلا 80% او 85% من نشاط التبادل والتجاري في مصر اللي هما مولين مركز كبار مولين ومركز متوسطي ومركز كبار المياه الحر وبالتالي السورس او المصدر بتاع السلعة او الخدمة بقى موجود معانا من البداية مطلوب من البايع ده ان هو يسجل البيانات المشتري بشكل او باخر فالنهاردة عارفين البايع باع ايه سواء كان مستورد سواء كان منتج صناعي ودي نشقة السلعة او كان مؤدي خدمة هو باع ايه وباع لمين وبالتالي الشخص اللي اشترى دوت هيبتدي يعيد البيع مرة تانية وبالتالي هنبتدي نتتبع بقى مسألة التبادل طب ده واصل لغاية فين واصل في منظومة الفاتورة الالكترونية في التعاملات بين ممول وممول يعني مصنع باع لتاجر جملة ده فاتورة الالكترونية اللي اتنين مسجلين في المنظومة اللي اتنين ممولين تاجر جملة باع لتاجر تجزئة اللي اتنين ممولين ده فاتورة طب تاجر تجزئة باع لمستهلك ده منظومة ايصار لو كل تعاملاته تقتصر على التعامل مع المستهلك النهائي يبقى احنا تتبعنا السلع لغاية المستهلك النهائي كمان المستهلك بيتعمله منظومة التحفيز ديت النهاردة لو تمسك انه هو يحصل على فطورته او ايصال الكتروني ده بياخد جائزة معينة يعني احنا في تحفيز اه مسألة التحفيز بتحصل ومساعدة الجوازة هتبقى متعددة وهتبقى حاجة محترمة جدا طبعا كل اللي سمعنا ولوه في المسائل دي عارف في حاجة اسمها ظاهرة الفواتير الوهمية تمام هل ممكن نلاقي ويتفتق الزهن المصري عن ظاهرة الفواتير الالكترونية الوهمية موس هقول لها حاجة على الحاجة طبعا يعني هو من ضمن يعني الاهداف المطلوبة ان يتحققها منظومة الفاتورة والقضاء على ظاهرة الفواتير الوهمية يمكن مسألة الفواتير الوهمية الوضع في ظل الفاتورة الورقية سابقا اسهل كان بيحصل ايه كان بيحصل مثلا انا عندي شركة وهبيعي لحضرتك انت عندك شركة خلاص التبادل للتجاري حصل ما بيننا احنا الاتنين انا اديت لي حركة البضاعة والفاتورة وانت اديتني تمانها وانت روحت مكانك وانا روحت مكاني ومصلحة الضرائب ما تعرفش حاجة عن المعاملة ديت بعد ثلاث اربع سنين نزلت مصلحة الضرائب خليها لجوزيت بلاش للبكتر عبا نزلت لي هتبتدي تعرف تاخد خبر بالتعامل اللي حصل ده بعد اديها فندم بعد اربع سنين النهاردة منظومة الفاتورة طبعا الاربع سنين دول بقى كانت فترة كافية جدا او سنتين او سنة او ايا كان يعني حتى لو شهور فترة كافية جدا ان يحصل ترتيب للأوراق اللي ما عندوش فواتير يدور على فواتير وهكذا لكن النهاردة اللي مطلوب احنا في شهر نوفمبر بنسمح برفع الفواتير خلال 48 ساعة من تاريخ اصدار الفاتورة في ديسمبر بنسمح برفع الفواتير خلال 24 ساعة من اول يناير بشكل لحظي فبقت الفترة البينية ما بين علم المصلحة بالمعاملة وما بين تاريخ عقد المعاملة فترة قليلة جدا هتقضي بشكل كبير جدا على امكانية التلاعب اللي كان بيحصل ومسألة الفواتير الوهمية اللي كان بيتحصل ده يعني فيما يخص الشركات طيب فيما يخص الفئات الاخرى فيما يخص الفئات الاخرى حاجة تقصد مثلا الاشخاص الطبيعيين ايا كان نشطهم يعني شركة بصحك خلينا نقول المعيار عندنا مش المسألة الكيان القانوني شخص طبيعي ولا اعتباري المعيار عندنا الكيان ده بيتعامل مع مين يعني لو فيه شخص طبيعي بيبيع لممولين ده ملزم فطورة ولازم يتسجل فطورة ولازم يصدر فواتير من تاريخ إلزامه تمام؟ طيب لو شخص طبيعي بيتعامل مع مستهلك نهائي ده ملزم ان هو يتسجل على منظومة الفطورة قبل 15-12 او لغاية 15-12 دي المسألة دكتور اهدى الحركة المسألة مثلا يعني عندنا مثلا تاجر تجزئة مثلا وليكن مثلا محل ملابس بيتعامل مع مواطنين عاديين جدا طيب هو ملزم يتسجل على منظومة الفطورة لغاية 15-12-22 اللي احنا فيه ده طيب هو ما بيتعاملش مع مولين بتعامل مع مستهلك نهائي بس من حقه بعد ما يتسجل يروح المأمورة اللي تابع لها يقدم حاجة اسمها طلب ارجاء اصدار فواتير الالكتروني ليه طلب الارجاء ده يسببه لان تعاملاتي بتقتصر على التعامل مع مستهلك نهائي وطلب الارجاء ده لحين الزامي بمنظومة الايصال الالكتروني فاصبح ان هو هنا اتسجل على المنظومة ولكن هيقدم طلب ارجاء باصدار الفواتير مش هيصدر دلوقتي فواتير لو تعاملاته مع مستهلك نهائي فقط طيب ايه الهدف لان النهاردة التاجر دوت هو ليه مشتريات من ناس تانية فبتدت مشاراته تظهر بالنسبة لنا وبالتالي تتبع مبيعاته بعد كده لما يبتد ينضم المنظومة الفاتورة هيبع عندنا اساس لمبيعاته التالية تمام؟ فده نموذج مثلا لنشاط يعني في بعض الفئات التانية يعني مثلا زي بعض النقابات المهنية بتعترض على ده مثلا نقابة الاطباء قالت انها هتطعن على قرار الضرائب وقالوا انه الاجراءات المعقدة في استخدام قلية الفاتورة الالكترونية هتعرقل عملهم في تقديم خدمة طبية بوسي حضرتك وطبعا يعني قرار الالزام لكل مولين المصلحة مفيش حد مستثنى من الالتزام لا استثناءات في هذه مفيش استثناء من قرار الالزام بالانضمام لمنظومة الفاتورة الالكترونية بحد اقصى خمستاشر اتناشر عشرين اتنين وعشرين طيب حتت بقى ان في بعض الاجراءات تعرق الانضمام وكلام ده ده نتكلم فيه باستفادة شوي النهاردة المصلحة يعني اشتغلت على محاور تطوير متكاملة شوي يعني اشتغلت على محاور تطوير تكنولوجي وده احنا بنتكلم في شق الفاتورة والايصال وده جزء من محاور تطوير تكنولوجي فيه اجزاء تانية كتير محاور تطوير تشريعي بيغطي الالزام بالتطوير التكنولوجي اللي بيحصل ففيه قانون 206 دوت عمل الالزام طيب النهاردة فيه مركز اتصالات اللي حرق يعني اتشرفت ان اقدمته في بداية الحلقة بتاع حضرتك 16395 انت لو انت مش عارف تلتزم ازاي لو مش عارف اجراءاتك تمشي ازاي تقدر تتصل هتلاقي كامل المساعدة لحضرتك النهاردة فيه ندوات المصلحة بتنظمها وحدة الاعلام بمصلحة ضرب مصرية ندوات اسبوعية فيه ندوتين اونلاين للفاتورة اسبوعيا وندوتين ايصال الالكتروني اسبوعيا بيتنظموا فيه لقاءات بتتم في الاتحادات والجامعات العلمية والمهنية والتشريعية عشان نقدر نبصر المجتمع الضريبي بالواجبات والحقوق اللي تخصه في مسألة الالتزام بمنظومة الفاتورة والايصال والفواد اللي ممكن تقود عليه من الموضوع دوت ونرد على كافة الاستفسارات ونساعد في حل كافة المشكلات فمسألة المعوقات ديت يعني المصلحة يعني مرتبة شوية ان يبقى فيه التواصل مع المجتمع الضريبي باكتر من شكل عندنا مركز دعم موجودة مركز دعم موجود في مركز طب انتوا بتقولوا ايه دلوقتي للنقابة الأطباء احنا بنقول نقابة الأطباء دكتور عمر مستضفنا النهاردة عشان نرد على اي اسئلة حتركوا عايزين تسألوا عليها او اي معلومة ازاي تنضموا المنظومة وتلتزموا احنا تحت امركم ان نقول لكم الدنيا ما يقولوا انه فيه اجراءات معقدة في التطبيق يعني او في قلية الفاتورة الالكترونية لما بتستخدمها بتعيق عمل الأطباء او مؤسسات الطبية في تقديم الخدمات الطبية اللي هيها ما بتستناش يعني مش لا هو كلام ده معلش يعني ايه يعني خلينا نقول بس حاجة انا قلت حقا ان الفاتورة الالكترونية بديل للفاتورة الورقية اجراءات الالتزام بالانضمام للمنظومة احنا قلناها مع بعض ختم الالكتروني وتسجيل ذاتي وتكويد وتكامل لو عندك نظام او بورتال لو ما عندكش نظام طيب النهاردة بقى ازاي هتكتب فاتورتك على المنظومة او تبعاتها للمنظومة او الكلام ده ده كلام في منتهى البساطة بمقوش اي تعقيدات وفيه ادلة توعية موجودة على موقع المصلحة فيه فيديوهات شرحة للموضوع فيه لقاءات متعددة جميل جدا طيب يعني الاطباء طبعا مش شاطرين زي المحامين في التعامل مع هزا القضايا المحامين صعبين شوية وفهمين قانون شوية مش شوية ده كتير المحامين بيقولوا انه الفلوس اللي بيحصلوا عليها من الموكل بتاعهم ده تعتبر اتعاب مش مرتب يعني وبالتالي يعني معترضين في اعتراضات على هزه المنظومة اولا طبعا أستاذ المحامين يعني اخواتنا واسدتنا والأطباء والأطباء طبعا يعني اخواتنا واحنا يعني موجودين عشان نحل المشاكل مش عشان نوجد مشاكل لكن احنا بنكرر تاني قانون 206 ألزم الكل بدون استثناء قرر رئيس المصلحة رقم 333 لسنة 2022 ألزم الكل بدون استثناء مسألة ان الموضوع فيه صعوبات الكلام ده طبعا لا مش كده خالص الموضوع بس احنا حضرتك يعني انا هدي مثل صغير لو تسمح لي احنا بنطبق منظومة اسمها منظومة الاقرارات المميكانة من آخر 2018 وابتدينا بتدرج على المجتمع الضريبي وطبعا اول ما اعلننا عن المنظومة دي كان فيها اعتراض شديد جدا الناس لما بتاعت تستخدم المنظومة لاقت ان الحال باستخدام المنظومة افضل بكتير جدا من قبل منظومة الاقرارات المميكانة نفس الكلام بالنسبة للفاتورة او الاصال هو كل المطلوب انت النهار ده حضرتك يعني بعض الاشخاص الطبيعيين بيجي يقولك مصلحة الضرائب بتعملنا بتقديرات جوزافية وبتحسبنا حساب مبالغ فيه طب احنا بنقولك اثبت تعاملاتك بشكل الكتروني ومفيش حاجة اسمها تقديرات جوزافية اللي حالك هتقول عليه احنا ناخد به يبقى احنا بنسهل ولا بنصعب احنا بنقولك مش هيبقى فيه احتكاك بشري ممكن يتم فحصك بشكل مكتبي مش محتاج تروح المأمورية او الفحص ينزل لك مكانك وده اغلب الملفات تتفحص بالشكل ده وده تسهيل ولا تصعيب يعني الميكانة على فكرة برضو معلش اخيرا عايز اقول هو ده مش اختيار ده توجه دولة يعني مش قرار المصلحة للوزارة لا استثناءات ده توجه دولة لا اطباء لا محامين لا فنانين مثلا مفيش استثناءات من الالتزام منظومة الفاتورة مش عبق ضريبة جديدة يا دكتور عمر منظومة الفاتورة بديل للفاتورة الورقية وليست عبق ضريبة جديد يعني ده مش الزام ضريبة جديد بل انت بعد ان اتطلع اصالك او فاتورتك بشكل ورقة هتطلع بشكل مميكان او الكتروني طيب امتى اخر معاد للتعامل مع الفاتورة الورقية المعتادة احنا قلنا اخر معاد للتعامل 15-12-2022 بعد كلا ما يكونش فيه اي عفوا يعني اي سند قانوني لهذه الفاتورة الورقية العادية لا كفاتورة من 15-12 المفترض كله ملزم في بعض الحاجات اللي عايزين ننبه لها برضو المجتمع الضريبي يمكن احنا عندنا مجموعة قرارات مثلا صدرت مثلا فيه قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1602 لسنة 2021 ألزم بعض الجهات الحكومية وحادات البرر المحلية الشركات القبضة والتابعة شركات قطاع الاعمال او قطاع الاعمال العام الشركات اللي الدولة بتساهم باكتر من 50% من رأس مالها ألزم هذي الجهات اذا كانت بيبيع سلع او خدمة انها تسجل نفسها على المنظومة وفي المادة التانية من القرار عمل حظر على الجهات دي ما تتعاقتش مع حد غير مسجل على المنظومة ده اعتبارا من 11-21 من 1-12-22 الجهات دي مش هتطلع مستحقات مالية لحد ما بيصدرش فاتورة إلكترونية ولا هتتعاقب مع حد ما بيصدرش فاتورة إلكترونية من أول 4-23 لن تعتمد تكاليف لحضرتك في التحاسب الضريب لضريبة الدخل إلا بموجب فاتورة إلكترونية يعني ايه الكلام ده يعني لو حرك عندك نشاط عندك إرادات وعندك مصرفات الفرق ما بينهم ربح الربح دوت الدولة بتحاسبة بتاخد جزء منه كضريبة وعلى حفظ أنك بتشتغل إيه بتاخد نسبة منه بالضبط طيب 8000 جنيه ديت لو مش بمستندات فواتير إلكترونية مش هتعتبر تكاليف وجبة خاصة هتعتبر ربح كأن إرادك ده بقى ربح واصلة كده الفكرة فاحنا بننبه من بدري كلام ده بنقول إيه من 1-4-23 طيب اديني مثال كده يكون قريب شوي يعني مثلا مش عارف خلينا أقول حالة مثال مثلا شركة بتاعت مثلا ثلاثة أخوات مثلا تمام باعت بمليون جنيه تمام وعندها تكاليف مثلا 900 ألف جنيه في السنة معينة ففي 100 ألف جنيه ربح هنا المئة ألف جنيه ربح ديت ده اللي الشركة بتقوله ناكز بـ 100 ألف جنيه وبتبتدت سد الضريبة على المئة ألف جنيه الربح دوت طيب لما يجي انزل الفاحص من 1-4-23 لو لقى جزء من 900 ألف دول مثلا لقى 300 ألف بفواتير إلكترونية و300 ألف بفواتير ورقية أو بدون فواتير هيعتبر الربح 400 ألف جنيه مش 100 ألف جنيه مش 100 ألف جنيه فاحنا بنقول ناخد بالنا الكلام ده ليه الكلام ده على فكرة بنقول من 1-4 بنقول بعد آخر تاريخ الزام تقريبا بتلت شهور ونص يعني لو آخر تاريخ الزامب منظومة 15-12 يعني فيه 15 يوم بقى 12 وتلت شهور كمان يعني فيه فرصة للمجتمع ان هو يبتدي انهاء النموذج اللي احنا متكلم عنه نظام الفاتورة الإلكترونية ده مطبق في بلدان حوالينا يعني فيه طبعا كل الدول متقدمة مطبقة المنظومة دي قابلينا بمراحل لا ناصدي في محيطنا العربي احنا على مستوى الشرق الأوسط يعني يعتبر أفريقيا وشرق الأوسط احنا أول دولة بنطبق الفاتورة الإلكترونية وممكن فيه دول عربية بتحزو حزونا دلوقتي وبتاخد التجربة لو عندي أنا صاحب ورشة برضو يعني النظام هيبقى زي نتكلم بقى في الحرفيين والمهنيين اللي هما بيتعامل مع مستهلك نهائي عشان دول ليهم خصية معينة الحرفيين أو المهنيين الشخص الطبيعي اللي بيتعامل مع مستهلك نهائي مباشرة أو حتى لو شخص اعتباري بتعامل مع مستهلك نهائي فقط يعني ما بتعاملش مع أي ممول دوت يتسجل على المنظومة بحد أقصى 15-12 طب يصدر فواتير؟ لا يقدم طلب إرجاء لحين يلزموا بالإصال الإلكتروني لما يلزم إصال يبقى يصدر إصال امتى يلزم إصال؟ امتى بقى يلزم إصال؟ احنا عندنا مراحل تطبيق الإصال الإلكتروني اتحددت في قرار مع الوزير المالية رقم 230 لسنة 22 أنا بقول رقم القرار عشان الحابب يرجع لتفاصيل احنا ابتدينا تقريبا ثلاث مراحل من مراحل الإلزام بالإصال الإلكتروني في 1-7-22 تم إلزام 153 ممول وفروعهم في 1-10 اللي فات تم إلزام 400 ممول بفروعهم في 1-11 بمناسبة مؤتمر المناخ طبعا ألزمنا الناس بتعامل مع مستهلك نائف شرم الشيخ بالانضمام لمنظومة الإصال في 15 يناير فيه 2 شركة بفروعها هتنضم من 15-4-23 لـ 15-4-24 هينضم كافة ممولي محافظتي القاهرة والاسكندرية على حسب الأنشطة يعني المسألة تدريجية فيه تدريج كامل في المسألة بقية محافظات الجمهورية هيبتدي تطبيق الإصال الإلكتروني عليها من 15-7-24 لـ 15-7-25 فالمسألة بالنسبة للناس اللي بتعامل مع مستهلك نهائي فيها برح شوية فيها نوع من المرونة يعني أنا بشكرك شكرا جزيلا للدكتور أبو زيد يعني معلومات قيمة وشرح وافي لهذه المنظومة اللي نتمنى أنها تتحقق بشكل كامل لتصبح مصر من أو في مصاف الدول المتقدمة في هذا المجال ويعني الهدف الذي تسعى إليه الحكومة من زمان هو إدخال الاقتصاد غير الرسمي في منظومة ضريبية رسمية لكي تتحقق عوائد هذه المنظومة على التنمية في البلاد شكرا جزيلا دكتور أبو زيد عبد الرحمن مدير مركز الاتصالات المتكامل بمصلحة الضرائب شكرا جزيلا بكده تنتهي حلقة النهاردة من رأي عام نشوفكم بكرة بإذن الله تصبح ولا فر